بعد تضارب المعلومات في شأن إطلاق سراح طليقة أبو بكر البغدادي الموقوفة سجد دوليمي وولديها هي وزوجة أحد قادة النصرى أبو علي الشيشاني على العقيلي وتسليمهم للأمن العام اللبناني عاش الشارع انقساما بين من استفزه الخبر وأهالي ظنوا أن إطلاق سراحها يعني أن صفقة تبادل تلوح في الأفق لكن الخبر سرعان ما نفاه مصدر في المحكمة العسكرية في اتصال بالجديد وقال إن الأنباء عن إطلاق سراح سجد دوليمي غير صحيحة مؤكدا إصدار مذكرة توقيف في حقها أما العقيلي فقد جرى تسليمها للأمن العام اللبناني لعدم وجود ملف لها لدى القضاء اللبناني يتطلب ملاحقتها وتوقيفها وكل ما في الأمر أنها زوجة الشيشاني لكن الأهالي الذين أحبطت معنوياتهم عندما جرى نفي الخبر أعطت بعضهم زيارة مفاجئة للنائب وليد جملاط جرعة أمل وأوضح في تصريح بعد زيارة قصيرة إلى أهالي العسكريين أن موقفهم من القضية واضح كموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري المتمثل بالمقايدة دون قيد أو شرط وأكد أنه يؤيد تكليف هيئة العلماء المسلمين بالتفاوض مع الخاطفين من أجل المقايدة إعادة والجملاط عطانا الحقيقة حكاية أنه فيه خليف داخل الحكومة على المبدأ المقايدة وهو مع المقايدة بجميع أشكالها ونحن نتأمل منه خير يتبعنا الموضوع لأنه مع كل أسف الوزراء الباقيين مش سألنين ولكن قعد أنه يدم الأولادنا بيعنيلون برأيك الزيارة قتت بإطار أنه كان في وقت الوزير أبو فعول بطل يتدخر بالملف وليس شو سبب الزيارة له هلأ قوة جلعنا زيارة تضامنية ما بعتقد ما حدا بيقدر يوقف عن عمله مع الوزير لأنه هاي قضية إنسانية عبد يتدخل مع الوزير كان بقضية إنسانية عبد يتدخل ليبرز وجهها نحن منعده كان لقاء بسائح أنه كان لقاء مختطف سريع بس فينا نقول اطمننا بشغلة وشغلة تانية ما نطمننا منها اطمننا بشغلة إنه لحي يجع يكلف الوزير والب فعول عشي في حال اجتمعوا حياته العلماء المسلمين بس في شغلة ما اطمننا فيها بالنسبة لها الحكومة هاي اللي قال إنه في أحد من هاي الحكومة هني هاي اللي معارضين ومش موافقين فينا نقول إنه هاي الحكومة بعدها كلها كذابة ومش رايدي تمشي بها الملف وفي البعض منه قال ما بدون ما يسمي قال هو إنه في ناس معرقلين هالملف ما طمننا بشي بأي بالنسبة للملف العسكري ما طمننا شي ما عطلنا شي تطمئنة نهائيا لا يتفقوا هني بعضهم سوا مع الوزراء كله سوا ساعته بيعطينا تطمئنة ما عطلنا شي تطمئنة مرتحتو أبدا مرتحنا لا مرتحنا تخلي خلافاتهم عجانيب ما يتدبح ولادنا فوق إلا إذا كان عندنا يتدبح لولاد تبعث لنا هني لحتى تكعرنا من الساحات من هنا ما لحيكون يحصل أمر خير إذا بعد بيروح والد وهنا أتى الخبر اليقين في نظر الأهالي أن التعقيد آت من داخل الحكومة غير المتفقة على صيغة أو حل ترجمة نانسي قنقر